اشتركوا في القناة 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 قناة لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 وهو طالب شرعب أفونسوتر يزيد ضايع الكورة الأولى يمشونون دارو مش يضربوه يزيد رشو يا معظم الرجل الحديدي مينجمشي يطع يرعب في اللي كومتسوه ورينا أمثلة كما سيف الجزيري خير مثال مثال سيف الجزير سيف الجزيري المتر يعرف اختراع في كله يخرج يحل الفيسبوك يشوف كتب علي الجمهور يسم فيه كده مش عارف عدي باس خراج بعد جل زمال كولا ميربيتور بشكل اسمعيني بشكل فهمت كامالبالخلي ما تشوفش معتها الملاعبي تونسي لازموه يفرض روحه مثلا الملاعبي طالع من الاندي اللاربع الكبار من السينيور بي متقلق وقالا الملاعبي من الكبات الكريم متقلق كمهاجم باش يجيوا قولولو لا معتها ما تلعبش لان حبوه أجنبي ما هو الملاعبي بيدو يفرض روحه ذات أكيد الملاعبي يفرض روحه وعنا أكبر دليل على ذلك حمدي العبيدي تاو في النادي الأفريقي ولي احنا معناش مشكلت لي زاتا كان في تونس حمدي العبيدي ايدو وجابولو الكونغولي كيزنبي ومع ذلك حمدي موجود حمدي مش فارد بوستو كيزنبي ممكن ايدو الامريكي او الكاميروني كوي انا احكي لك انا انا احكي لك انا على الفلسفة متاع الهجوم مع انتا حد اخر جان يقول لك انا ضعت في وسط ذوما المدرب بشي لعب لي هذوما مش بشي لعبني انا حمدي موجود وفي برشة مباريات يحط في ايدو عالبنك انا لا اعتقد انو تواجد الاجانب بشي ضرر لانو كيما قلت انتي ان القانون بالنسبة لي انا هذي الحديث عليه تجاوزه الزمن كيما قلت انتي تو في الاوروبة واحدة كيما ريال مدريد فيها كارفخال بركة اسبانيوري انا لاخرين اجانب ومع ذلك اسبانيا به حاجة بركة الكريتير تقول لي انتي الكريتير رو معاليز افريكان وثماش كريتير رو رو ثمم لعبية يجيب لك باسبور اللي هو مولود عام 71 ويجيب لك بعض نفس الباسبور مولود عام 71 الكريتير انترنسيونال معروف حتى عالفيفا حتى عالفيفا لا انا مش نعطيه وديع الجاري عمل دي كريتير متاع العاب تقدش من ماتش في المنتخبات لجون جيبوا اريق مضروبة لعبوا شنو بيش تعمل تراه منين بيش تفضها اسمع معاليز افريكان يابا بيش تشوف بيش تولي انتي الهنا تحاول معاش تجيب جون تجيب ملاعبي يكون في رمية معروف اما بيش تجيب صغير تنجم تخطف كي ما تنجم ما تخطفش ملاعبي عمل لكاريير كبيرة برشة في تونس ودي في نهارين جيب لي باسبور وهو عام 1900 هو مولود عام 88 مولود عام 80 وجيب باسبور بعد نهارين عمره 1990 ثم برشة ملاعبية يراو على الاحكاية الانترنسونال ما هو نحاوة هذي نحاوة عرفتش عليش يو اقسي مبلغ مره يضربوا الورقة لا يجيب لك ورقة اللي هو انترنسونال سيد علي خلين كامل معك انتي انتي حكيت على مصلحة المنتخبقي لكن حد فهم مصلحة متع النوادي معناها يتقوي تقوي الملاعبي اللوادي متى لك يجيب ملاعبية جيدة مثلا تسمح انتي مثلا كان بربع في البطولة ويقيد ثمانية الفريق يعني في الشامبيونز ديج ورقة الكاف يستعمل قد ما يحب في البطولة اللي فيها اكثر عدد اجانب معناها الهناك كان يوالي يغيب الوتوماتيزم معناها بين البطولة ومقابلات الكاف حجة الظر المنتخب ممكن تولي حتى حجة واهية خاطر توجه في المنتخب نحو الملاعبية اللي يلعبوا البرا مواش في الانترنسي معناها البطولة اللي صارة اجمع انها ما عاش تخرج مواهب الاسباب لازمهم محصة حتى باش نحكيوا عليهم وحدهم ما نخلطوش تجبر الجمعيات باش تلعب سبعة منهم البطولة هذي وتذر حتى مصالحها الافريقية معناها زيد انتي كيانك خممت في المنتخب بكثم النوادي زيدا حتى على الناوادي نخمم المنطق سمعني المنطق اللي تخمم في المنتخب قلنا كلمة باه يا بلال قل برا شوف الجامعات ماديا من الريكلوتمان لترنجي انا كنجيب ترنجي يكون في مستوى هيل انا براشن هاتي كان اكزامبر طوه في البطولة متاعنا الولاني متاعنا شعندو جانب العبد ضد الناد الافريقي واحد بركة سيكا علي سيكا اسمه ملاعبي 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 عندو ساقي صار يكور في كورة من طراز رفية انا كي لازم علي بركة ماهي ام في الوقت الحاضر اكثر من الاربع روعدم انا معاك كيما قلت كاتر نمشي معاك يمكن الحاجة الوحيدة في عهد السواديع تعملت هي الليبيين ولينافر شمال افريقيا كان تضعوا على اقل ملاعب ولا زو سمال افريقيا كانت تهزى بعضها بصراحة تاما وهذا الكل يرجع راهو كما كان يحكي تاو اخويا بليل راهو التكوين تكوين ينخموا نحن فيه انا عشبتني لدي افريقيا في حاجة سنين جابت المدربة معروفة بيتوني وش عملت بعد جابت مدير فني على مستوى عالي اللي يحب يخدم وهذا ماشى فيه حتى نادي سفيقسي يعني حاجة مهمة 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 جدا الملعب التونسي خمسة ورستة ملعبية مشاو والملعب التونسي وقف على سقيه علاش خاطر خدمه فى الثلاثة سنين الاخرانين اخويا اسلام خدمة هاي لأونيفوتجون انا فى سعلي والله حتى يجيني تعليق على كلمك يقول لك انت وانت تحكي على بيرجة باش تلعب محليا نقول لك تلاجي مثلا والا السياس لعب في افريقيا باش تلعب مع الاهلي والسان داوز والي كيبات اكبار فى رق الجزائر لازمك خاينجوب خاينكمل جملة عالفان دو جو تحكي لازمك ملعبية دو كاليتي زي لازمك ملعبية دو كاليتي اعطيني يا تارجل هذه التونسي موجات روز التونسي جابت زوز ملعبية على مستوى عالي ملعبوش يتوتلير مرة ومرة ولا زوز موجات مركز يتوتلير مرة ولا زوز يتوتلير مرة ولا زي لازمك محليا أتصرف كاليتي داع المجاوش يمزي بواحدهم معناها زادا. هنا انت تحد منه زادا كيف كيف. تقولي الفان دو جو كي يبدأ جوار ولا زو زراه ويبدأ دال نيفو انترنسيونال كما انت جيد افريكان. كي يدخل حتى ما ما يلعبش برشا في الشامبيونة دي التونيزي كي يدخل في النهو نيفو يلقى روحه. ما هو فهم اوتوماتيزم زادا انت زادا. لا لا. اسمع انا حكيت لك انا قلت لك يبدأ دال نيفو انترنسيونال. اوتوماتيزم داع تشكيلة قصدي. داع تشكيلة يدخل فيها. واحد كما تكون غول كما انتع سيد افريكان. يدخل فيها. في السقل. شنو يدخل فيها. شنو الفرق مبينة انجوار دو كلوب. وانجوار انترنسيونال. مو هذا الفرق. فقط في التعليق في التعليقات. فقط في التعليقات تقول لك ايمان جرامي تقول لك في الملعب التونسي يوقفها السقيرة ويروح معاتهم بالتول لول في كاس الكاف معناها. مجلت معاتها حتى مجمو نسبب القوانين هذي. باش روحة باش روحة الملعب التونسي. هي روحة ظل ما نستبدال. الملعب التونسي ما هو اللي ترشح ده مفروض. اسلام مهم برشة. ايه. ما فيه شاي وكلنا بونت وفيه. الملعب التونسي ويدار فيها مدرب. ها هو نمبر وانا هو فانت كاتر. ما الكنزاري اندي ميرت هو مدرب عندي. الملعب التونسي. مهم برشة اليوم والاقزام بليزو كنت اخذوا راب كمكوة في الكورة يا با دو في ريتي اليوم. اليوم الاقزام بليزو من شبيب العمران وكان يترانجي وتشوف في المرتبة السادسة اليوم ولا مرتبة السابعة. يوريك سيبور وموطري اليوم راو ونحنا تعرفنا على حتى في الشامبيونات اسباني جيرونا شكولي كان يعرف جيرونا. اللي هي في كاتالونيا عمناول تلعب على تيتر. يوريك اللي اليوم السناء معناها الناس تعرفت على فريق ما كانش تلعب عمناول يلعب ضد لان كونيو. طوى تعرفوا على الفريق داية. الفريق داية مش نفس الشامبيونات اللي عملوا عمناول. لكن اليوم تاخدوا من فريق اسمه شبيب العمران كومكوة عنا دي جور كيسون كابابل اليوم بالطريقة بالتسيير اليوم يلزم وقفه مع الملعبية. هو المراو العملاء موجودين اليوم يلزم العمناس اللي ihrem الحد والناس اللي عند كفاءات بيضاء الطبق التي يفعو المجاور اللي عمنا لكي تعمل وكيفين مسالة عموما. وطاقكم على الفراق بيضامر. وقال نحن تشغل الى فرمت الملايين داية جوار ما راو لكيفيض الملايين داية جوار كلمانا بعض الناس اللي عمناها مع الفراق اللي فاستين وسبعين وثمانين مليون سكن راو سي دفيران. نعطيكم سكوب اليوم الاليباك حب ميسير ولاس يبعث دومينيكا ذكا بيش يمشي يسافر بيش يشوف جوارات في الافريق قلوا لا امشي اطور دي معناها في اللي سيتي اذوكم شوف شخرج لكازات انتروت امبابي منين من بوندي باركولامنين من افيان ولا درامنين معناه يوريك اللي اليوم راهو لسوي في ما تعيشش وجور لجور يزمك تخدم على المستقبل لانه راهو واحد ما يتكلم هكا اللي يعرف اللي ثم كفاءات كبيرة برشا وتلهو بكل الجهات والكل شي انا ديما نقولهم حيتضامن ما تضامن معاحد حيهلال حتى اليوم يارم عليها حيهلال وتفكرني شنو اللي تخرج شكون اللي قاعد ناجح في الكورت القدم تاوه الجعار الجعار يا تكساح والزوالي هذاك اللي يعيش اما لكن انت تقول لي قبيلة قلت كلمة اخوي اسلام يلزم جور لا جور سيباسيفيزان يلزم لهم التوراج دي جور يلزم يعرف كيفاش يتعاملوا معاه وهو يعرف كيفاش يتعامل بور لسويت دوسا كارير الكارير متاعه مش لفندردي لفيدو ماتش الكارير متاعه هي كيتكمل الماتش الليولاني ديجا عندك ركوبراسيون بش تخمم على الماتش اللي بعد هذا الانتقاط قبل كتهمني مصلحة المنتخب هذه الليولي المنتخب معدى حتى تواجهات متاع وظهر في السنين اللي الآخرة الملاعبية اللي 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 اللعبوا البره ماعنا يا ضاعش كون فمن تونس اللعب عنه ايهلال هناك انك انك تضعف للنواتي طيب حتى هم يعطاوهن ديز اكزامبل متاع العمران واللاباجا اه كيف كيف يهمونا زادا فراحنا التونسيين يتلعب على المستوى الافريقي لذا اللي مثلوا فينا البرر زاد لازمنا نقويوهم زاد لا معاك معاك ما ليه انتي كسئلت السؤال قتلوا انتي كاينك رعيت مصرحة المنتخب قبل مصرحة الاندي انا على الجملة هذي جاء انتلقتك الى مصرحة المنتخب في العمل ونجموش يمشوا مع بعضهم ينجموا يمشوا مع بعضهم لكن كونك هي ان شواء افير نجمو احنا نحاولوش نعمل المعادل لكن في وسط المعادلة هذي لازمنا نعملو ان شواء ان فافوريز ديما المنتخب الوطني وعطيتك ديزيزون با ما فادوناش بشيء بليل ما فادوناش معاك ما عارك وانو ما فادوناش لكن انا فاما انو رمارك قلتلك انا اراها هي السبب في انو الجواري التوانسة ميخلطوش افار الافورمسيون افار كيما كان يحكيو لخيين الاساكاديمي وكذا 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 ونسو اللي طلب الفلوس فاما العامل النفسي احنا بالنسبة للجواري تراو احنا بالنسبة للشيخ اللي تلعب سينيور ملقاش بلاستو ملقاش هنا كنتو يحكي عالعمران سي المونجي هنا الجمعة اللي فاتت حضرت في حسا مع سي القادري نحكي انا ويه قتلوا شو الاروسيت متاع الواحد متاع كيفاش تعمل اخسرت قتلوا مع المستير اثنين شاي كيفاش عملت جواريتك المستير والجمهور مقبلك قال لي احنا في العمران ما عانيش برسيون قال لي لو تعرف الاول حاجة قولوا للجواريت قتلوا شو قالي نطلع جوارية صغار طلع كذلك قال قالوا لي تيجي بيكيب ديفيزون 2 متعم سيقالوا يقلوا لهم قالوا لهم اللعب و صن كومبلكس و صن بين الكن دونك هذا الشي اللي ناقص في جمعية كبار هذا علش ماكوهر له ليه للمنتخب انا حسب رأيه المنتخب ووهلا ربع اجانب كاذي يجيو في مرح لاخ من الولد سيقق عارف كيفاش تنتقري الملاعب كيفاش تدخلوا بشوائيك بشوائي كيفاش تدخلوا في الجو مش انتي جيب ملاعبي تحطلو كما كنت نحكي لك ديزي ترنجيه وتحبو يفوك بلاستو العبيدي سيان اكزامل مي سيتون اكسبسيون سيبال اكسبسيون الفي بالا ريكل المشكل راو اسلام عطيتك حاطة مثال متاع اليقارديان عشفين اسلام نحين القائونة ذاية ما طلعناش حارس كبير انا جسويد الطونافي مهوش قانون لجانب هو اللي بشيه لك الفوتبول تونيزي على خاطر زادة ثم حاجة اخرى نسينها راو راو قانون لجانب بالنسبة لي انا يجي في مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة باتات ايجا نحكيو عالتيرانات ايجا نحكيو عالي الاسباس بش تعمل لسنتر دو فورماشيون علش سيعليش بدت انتي على الديركتور تكنيك متاع النادي الافريقي اللي يجي من عن مستوى عالي هذا هو المهم وقت يتبدأ ثم البنية التحتية موجودة وين العباد تترانى وين تتكون وين كذا لجانب راو يباو دو بروبلم معاتش ثم مشكل خاطر الهناء انا بش نجي نخمم نقول راو لجانب يفقه في بلاسته تي وينو التونسي وينو التونسي اللي اللجنب يفقه في بلاسته تيك تشوف مثلا ماش دونك شوف الشانتي متاع كورة القدم التونسية راو يلزمو يبدأ متيرانات وفر ومتشريع القوانين ممكن تعمل انفراستركتور ومبعد تجي القوانين اما من الول انتي شنو انا نسمع في ملاعبي متاع باجا جمعليفات الدق معنتها كلاسيكو الول والثاني بش يكورو في البطولة التونسية نسمع في الملاعبي قالوا له انتي لان انتو ما لعبتوا ضد هما لعبوا متش ضد المتلوي في مجاز الباب بالنادي الافريق قالوا والله نلعبوا على الكياس قالوا وانتي راي نلعبوا على الكياس ما انت تسمع ملاعبي لولاني في البطولة يقول لك نلعب على الكياس معنا بتريفون محمد أمين الصيدي الناتق اسم الاتحاد المنستيري قلت الاسف حابنا قبل قليلا وانتحصلنا لиту دقيقة الاخر الميزل نعمل التعليف صحي pil وإن نأخذوا فكرة على الجلسة العامة التقييمية اللي كانت البدح في المنستير شيامين مرحبا بك مرحبا بيك اسلاء مرحبا بالكيفة الحضور ومرحبا بكل مستمعي راديو ميسك بالنسبة للجلسة العامة التقييمية بما نكون لتجلسة عامة التقيمية بما انه موردش علينا تراش وحاط لذلك نحن لجلسة التقييمية اللي تم فيها المساطقة التقرير المالي والتقرير الأدبي للأتحاد رياض المنستيري سنة 2023-2024 وحقيقة كانت أجواء طيبة من نجم قولها عليها كان طيبة الجماهير كانت عبرت على آراءها عبرت على كل ما يخالص صدرهم وكانت الإجابات على كل التفاصيل والحمد لله لنا إذا نحكيه على التقرير المالي كان في فائدة بسبعة لف دينار تقريبا سبعة لف دينار أو سبعة مليون دينار سبعة لف دينار سبعة مليون كاوب ما عملينا؟ سبعة مليون سماعت الماليون أو لا؟ معناها أنه مستحيح؟ إذا كنت لا أعرف أنه شيء نكون وارحين ديناره الديون تبعة ديون اللي هي معناها في شكل نزاع ونحب نقول لأنه الناس اللي شايفت البارح وكانت حاضرة فما تقريباً أصناش الميلف تم فضو وما نحكيه على النزاع لكن نحكيه على 2014-2025 نزلت ديون والذي ديما الوضعية المالية ليستهل انه اليوم وغدوة وبعض غدوة عرف الاشكاليات اللي كل يوم اه نلقاوها موجودة لكن الاهم من هذا الكل انه نحاوله نلقاوه حلول وانه لحقيقة الملفات وذلي قالوا سيد امين المال مصور بسبس انه نقدم له التحيات انه قالوا الملفات الاختيرة بالنسبة للجمعية تم فضهم هذه الحاجة الايجابية ان شاء الله في المستقبل اي اشكال نحلوه وقدرة ربي لباس هذه السلام. ان شاء الله. انتي بهت اسلام في الفائضة. اهو ضحك فائض برشة مش فائض برشة. هو هو شوف اسلام راهو بالنسبة للناس راهو احنا نكون. راهو سبع يبدأ كيبدا فما فائض راهو نصور الناس. تعودنا بالعجز احنا. صحيح. هذا هو. ونقعده ديما راهو اسلام راهو ديما راهي الوضعية المادية تطلب ان الناس الكل تكون ملمومة وراء النادي من اجل انه نحاولوا نعاون جمعيتنا هذا هو. ان شاء الله انتظروا منك امين ما كنا نجمش تحصل عليك قبل شوية بش نحكيه اكثر على اتحاد المنستيري شكرا لك على تدخلك معنا. ايضا نحن نشكر علي الكعبي شكرا لك سي علي. سليمون جيبراهيم برك الله فيك. ايضا بلاي الفضاء اللي يعطيك الصحة. وكميل بن خليل شكرا للكل في الاخراج. اج اشتركوا في القناة.